السلام عليكم طاقة التأيون طاقة التأيون هي الطاقة اللازمة لانتزاع إلكترون من الذرة المتعادلة في الحالة الغازية فإذا كان لدينا ذرة متعادلة وأردنا أن ننزع أحد إلكتروناتها وننقله مثلا إلى ذرة أخرى فإننا نحتاج إلى كمية من الطاقة تسمى بطاقة التأيون هذه الطاقة هي مقياس لشدة تمسك الذرة في الإلكترون فكلما كانت هذه الطاقة بقيمة أكبر يعني هذا أن عملية إزالة الإلكترون تكون أصعب عملية التأيون تكون ماصة للحرارة وإشارتها موجبة إذا حدثت أكثر عملية تأيون لذرة واحدة يعني نفترض أنه عندنا ذرة متعادلة ونزعنا منها إلكترون فإننا نحتاج إلى طاقة اللي هي طاقة التأيون الأولى إي هنا واحد وإذا أخذنا الأيون الناتج وأردنا أن ننزع منه أيضا إلكترون آخر فإننا نحتاج إلى طاقة ثانية سموها طاقة التأيون الثانية وهكذا بالنسبة للأيون الثاني إذا أردنا أن ننزع منه إلكترون أيضا ثالث فإننا نحتاج إلى طاقة التأيون الثالثة ويلاحظ هنا أنه لنفس الذرة طاقة التأيون الثالثة أكبر من الثانية أكبر من الأولى السبب في ذلك أنه عندما ننزع إلكترون من الذرة يصبح عندي عدد الإلكترونات أقل مع بقاء الشحنة النووية الفعالة كما هي بسبب أن عدد البروتونات الموجبة في النوى لا يتغير ومن ثم تكون النوى قادر على جذب الإلكترونات بشكل أكبر وعليه يصعب عملية النزع الثاني للإلكترون في المجموعة الأولى التي تسمى مجموعة الفلزات القلوية نلاحظ أن هذه المجموعة عدد الأكسدة لها موجب واحد أي أن تكافؤها الرئيسي موجب واحد فلكي تصل هذه المجموعة إلى التركيب الثماني المستقر فهي تفقد إلكترون واحد فقط لذلك طاقة التأيون الأولى لذرات المجموعة الأولى لتتحول إلى كتيونات إلى أيونات موجبة تكون طاقة منخفضة نوعا ما أما طاقة التأيون الثانية إنه لو أردنا أن ننزع إلكترون ثاني من ذرة المجموعة الأولى لنحولها إلى أيون موجب اثنين إنه العملية صعبة جدا لأن طاقة التأيون الثانية كبيرة جدا السبب في هذا أن المجموعة الأولى لاحظوا كمثال لو أخذنا مثلا الليتيوم العدى الدري ثلاثة الليتيوم هذه النواة لديه إلكترونين في مستوى الطاقة الرئيسي الأول ولديه إلكترون وحيد في مستوى الطاقة الرئيسي الثاني فعندما يحدث عملية انتزاع لهذا الإلكترون عن طريق طاقة التأيون الأولى تكون العملية سهلة نوعا ما لأن شحنة النواة الفعالة هنا محجوبة بالمستوى الرئيسي الأول الممتنى بالإلكترونات فتكون عملية نزع الإلكترون سهلة نوعا ما أما عملية نزع الإلكترون الثاني هنا فهي عملية صعبة جدا لأن أصبحت الإلكترونات أكثر قربا من النواة الموجبة وقوة جذب النواة لها تكون أكبر نلاحظ أيضا في المجموعة الثانية أيونات المجموعة الثانية الأكثر استقرارا هي الأيونات ذات الشحنة الثنائية لذلك نلاحظ أن طاقة التأيون الأولى للنزع الإلكترون أول من ذرة المجموعة الثانية تكون صغيرة نوعا ما وطاقة التأيون الثانية أيضا صغيرة لنزع الإلكترون الثاني وتحول الذرة إلى أيون موجب اثنين إذن نحظ الطاقة الأولى والثانية تكون متقاربة أما الطاقة الثالثة تكون صعبة جدا وكبيرة لأنه يصعب في الحالة الطبيعية أن يتكون عندي أيون موجب ثلاثة لذرات المجموعة الثانية والسبب قريب مما شرحناه في الشريحة السابقة لدينا الآن تدريب طاقات التأيون الستة الأولى لعنصر معين معروضة في الرسم أدنى إلى أي مجموعة من الجدول الدوري ينتمي هذا العنصر لاحظوا الآن الطاقة تزيد إلى الأعلى وهنا عدد الإلكترونات منزع عدد إلكترون واثنين وثلاثة وأربعة لاحظوا الطاقات هنا طاقة التأيون رقم واحد طاقة التأيون رقم اثنين وثلاثة وأربعة متقاربة أما طاقة التأيون رقم خمسة فهي بعيدة جدا معنى هذا أن العنصر ينتمي إلى المجموعة الربعة عشر لأن نزع الإلكترون الخامس منه عملية صعبة جدا إذن الاختيار الصحيح هو فقرة دي أن العنصر ينتمي إلى المجموعة الرابعة عشر شكرا لكم مع أطيب الدعوات بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر